هل رأيت يا سيلا؟ أه الحيوانات دي عايزة تأكل وكل حيوانة هتقول له أنت هتأكل إيه هو مش عايير فجاعاً أو مش عايير بتيأكل إيه يا طرى هو كل حيوانة هنقول له أنت هتأكل إيه هتأكل ده هلأ أنا هسألكون تبقى تقولي ده الحيوان ده إيه الكلب الكلب بيأكل إيه؟ العظم فين العظمه؟ برافو صليل العظمه طب هنا ده الحيوان ده اسمه إيه؟ كرد الكرد بيأكل إيه؟ الموزة الكرد بيأكل الموزة يلا يلا وصلي الكرد وصليه بالموزة بتاعته عشان هو جعان جداً يا أزيل طب هنا كمان الأرنوب ده مأكله إيه؟ جذرة طب يلا عشان بيقولك يلا يسئل عند النقطة بتاعت الأرنوب كده بقيت النقطة بتاعت الجذرة بيقولك يلا يا سيلة أكلين يا نجعان والأطة هنا عملت قلنا وناونا وأكلون يعني أكلها يا سيلة سمكة برافو حلو جداً طب تعالي 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 بينا ناخد كارت جديد نشوف عايز إيه مننا هنا بيقولك أنا أطر ونا سفينة ونا عربية ونا طيارة يا ترى كل واحد بيمشي فين؟ الأطر بيمشي على إيه؟ على ده بيستفينة على إيه والطيارة على إيه؟ دي الأطر بيمشي على الكتبان بتاعت الحديد صح؟ كتبان الحديد بتاعت الأطر كتبان الكتبان إحنا إيه من نعدي عليه؟ أيوة الأطر هو ماشي بيمشي على الكتبان ليل حديد اللي بتمشي عليها إحنا الأطر بيقبله إحنا ماشيين آآ بنشوفه إحنا ماشيين وبنركبه وما نكون مسافرين صح؟ يلا تعالي وصلي بأكا أنا عادة أسافر في عند الملاهي كده تماماً سافر نروح الملاهي أنا عادة أروح الملاهي لأني ماشي طب والملاهي مش هنسافر نركب عربية مش لازم أطر صح؟ ن Riv plans كنت فيها الواقع دي بتمشيין بصي دي شكل ميّة بتاعت البحر فاستفينة تمشي فين؟ في البحر؟ في الميّة البحر وموقا هذا الشكل الموق الميّة فإحنا وسلها بالميّة طب عندنا العربية بتمشي على طريق اللي هو الأسفل ت Costco آآ اه آآ ده دوات العربية بتمشي عنده يلا وصلي العربية بالطريق اليها تعالي طيب والطيارة بتيل فين فوق ايه السحاب ده سحاب يلا بينا وكده احنا بشينا العربيات والطيارات والسفينة في الاماكن اللي بتمشي فيها طيب يلا نسحب كرت بسرعة من دول ونشوف ايه ايه اده عايز منينا ايه الكرت ده ده الكرت ده بيقول لنا هنا الراس بتحط عليها ايه الرجلة بتتلبس فيها ايه الجسم اللي ده بيتلبس عليه ايه فامفروض ان احنا نبقى عارفين ايه بتاع ايه صح طيب الرجلة هنا هنلبس فيها جاكت نأ نلبس فيها الكاب او طاية نأ هنلبس فيها ايه البوت اهو والشر لا 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 هي ده بوت بس ده مش شر بس تحط عند النقطة بس توصلين النقطة دي النقطة دي مفروض ماشي طيب هو ننة اه دي ايه البابي ده بابي بابي بس يوه ده بيقول لك هو ده هيلبس ايه الشور لا الكاب ده يلبس الكاب كاب او طاية او طاية طاية الرأس كاب 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 اهو اهو وراح فيه ايه وده اه وده بقى عايز اللبس بتاع شان بيعيط البيبي ده اهو بوسي ده 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 بوسي ده البيبي ده يلبس ده ماشي وده اللي هيلبس ده اوكي ماشي يلا لبعده ده الجسم ده هيلبس ايه الجاكت ده ايه صح محتاج الجاكت ده او طف توصلي النقطة دي بالنقطة دي ماشي ماشي انزلي ماشي للجاكت انتي ايه اللي موديكي هناك وهو احنا هنا برافو طوي تعالي نشوف كارت جديد نلعب بيه او ده هنا بقى بيقول لك كل واحد من الحيوانات والتيور دي او الحشرات محتاج بيته الواحد اللي بيته بس ده هنا وديع صورة فين بدها هاي ايه وفن بدت كلب وهو اه والنحلة فين وهو اه والسمكة رات فين نفيش سمكة تعالي يلا بينا فين السمكة دي النحلة هتعيش فين فين هنا هنا بيتها اهو اه العصفورة هتعيش فين هنا 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 يلا خليها تعيش هنا ويلا الكلب الكلب بيت الكلب اهو وصل ليه بيه بس نجوب هنوصله هنا اهو اهو كده وصلنا كل حاجة في البيت بتاحها وخلصنا الكارت ده يبقى دلوقتي تعالي نشوف ده ده الحجم بتاعه الكرسي بيبقى على الحجم ايه اللي زيه اهو لا استنى 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 يعني الكبير بيقعد على الكرسي ايه الكبير السغنم بيقعد على الكرسي صغير طيب ده فين اكبر كرسي هنا عشان هو ده اكبر حاجة اهو يبقى نوصله يبقى احنا هنقعد الدبدوب الكبير ده على كرسي الكبير بتاعه الدبدوب الكبير شوي سوى يارين فين اصغر منه شوية اهو الكرسي اللي اصغر منه شوية دي قطة دي قطة مش دبدوب لا دي دبدوب ياسيل دبدوب ده يسموه قطة دبدوب لا دبدوب لا باين ان هو دبدوب طيب الدبدوب السغنم ده فين الكرسي بتاعه بقى عايز يقعد وتعب او برافو برافو عدنا شوية بره اه كده احنا خلصنا كل حاجة الدبدوب ويه الكرسي المناسب لي تعالي نشوف كارت فودل وكارت فدول اخر كارت فدول ودي كمان ميش دي هنشوف كل حاجة بنستخدم لها ايه سنيا يا سيلة مش افهمك الاول ولا تتوصلي وخلص لا طبعا لازم تفهمي اه اما تكون الجواب يمطر بنستخدم ايه عشان المطرة ما تجيش علينا دي اسمها ايه بقى لانتو وصلت لها دي شمسية نوصل لبقى ايه المطرة دي بالشمسية عشان تحمينا من المطرة انا عندي بس مصية بس ضاعد عنديك شمسية بس ضاعد اه خلاص نضاعد علي او نجيب واحدة جديدة صح صح انا نتمحلي فيه شمسية كده بتاعت الزرع طب ما ايش يوصلي وتكلمي وانش بتوصليها جميلة هنوصل المطر بايه بالشمسية بتاعتها برافو جدا اصلا انا عايزها عشان بتاعت الزرعين دي عشان تحمينا من المطر او هنا دي هجي بتاعتكوبر كمان يا صحابي ايوة دي ايه دي زي علبة اللي بتحط فيها الزرع واسمها اصورية زرع فين الزرع ايه الزرع الوردة بتتحط في اصورية الزرع او قصيص الزرع القصيص بتاعها هنا هنا يا سيلة بقى اه ده اسمه ايه فكاري كده فكار فكار كده فكار برافو ايوة برافو براد الشاي فين بقى الشاي اهو بنستخدمه في ايه ان احنا نصب الشاي بقى برافو كده طب ودي اسمها ايه لو شطرة اه ها شماء شماء بنعلق عليها ايه اللبس الفستانه الشماء بنعلق عليها ده تاكبور جدا اه بس ده اصغر من الجبار لا دي فستان بتاع سغنونة فستان اه نوصل الشماء بالفستان بتاع اللي هبيتعلق عليها انا عندي ده فستان بس هو صغير علي فستان اه بتاعي انا كده خلطنا الكرت ده وتعالي نشوف الكروت اللي في الجنب دي عايزة ايه اه بصي هنا دي حيوانات نصها موجود في العمود ده ونصها موجود في العمود التاني هتقدر يتوصليلي يا سيلان لا استاني لو سمحت تسوشيلي ايدك هنا دوت ايدا شكلك بوبي او كلب النص بتاعه التاني في نشوريلي علي اسمه كلب لا في الناحية التانية وريني الايوا بروفو كلب النص بتاعه التاني اهو طيب ده ايه ده دوت حيوانة اهو فينه نص التاني اهو خنزير تقريبا نص التاني بتانه ام طيب ده اهو بطوتة تي تقريبا والنص بتاع البطة التاني فين ها عارفة مكانها اه متشطورة جدا يا سيل طب دي ايه دي النص ده تفتكري ايه قطة فين النص التاني بتاع القطة اهو طب يلا وصليها بيها اهو برافو اهو انا اخلي بابا جيبلي قطة بس كده يا اصحابي احنا كده خلصنا نص الشكل بتاع الحيوان بنوصله بالنص التاني حلو قوي النشاط ده جدا يا سيل طيب النشاط ده بيفدنا في افتن ميت مهاراتنا وكمان كوة التركيز بتخلينا نركز ونصوف ان احنا اهو بتنمي كدراتنا البصرية والحركات يلا اهو بص دي الحيوان ده وشه عايزين بقى نوصل ضهره هتعرفي ضهره هنا وش الحيوان وده بقيت جسمه اللي هو ضهره اهو مش لي وش ده تقريبا حصان او حمار حصان فين بقى ده ضهره اهو ده وشه وده اهو بقى مش حصان ده حمار 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 هو يعني لحصان لحمار يلا بسمو حمار بس ميش وصل ده فين طيب ده وشه وفين ضهره بقى ورينة كده تخافي ولا لأ برافو جدا طب ده اهو الحيوان ده هنا ايه الخنزير تقريبا ده وشه وفين ضهره برافو جدا انت زكاة جدا يا سيلا البطوطة دي دي وشها فين ضهرها برافو 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 ايوه ايوه وغيريك البطوطة من وشها وكيامين من ضهرها طب وهنا البقرة مدينا وشها وفين مدينا ضهرها يالله برافو شطرة بقرة بقرة كالبوزة كده خلصنا الكابت ده يا اصحابي ونروح للكابت تاني كالبوزة دي بقى رسمة بتاعت برضو حيوان ونصها دي ايه السمكة في النص التاني بتاع السمكة يا اسيل برافو زكاة جدا وده كلب فين النص بتاع الكلب اهوه ماشي يالله وصلي وكمان دي نص التاع فين اهوه فين امسك القلم كويس تمام شطر جدا وهنا الارنوب ده فين النص التاني بتاعه همم اهوه برافو شطرة جدا كده يا اصحابي قلصنا الكارت ده اهوه بيقول انا كتكوت سوا 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 بولي كوكو انا كتكوت حلوي سخنطوت يالله تعالي بقى نشوف هنا انا مش بخب منه خالص لا انت شطرة انت بتخفيش من حاجة يالله ده برضو لا استني نبدأ من اول واحدة ما نيجي نبدأ الاول نبدأ من اول واحدة ده الارنوب اوكي وده الكلب فين اه ده شابه شابه بس مش زيه ده بقى زيه شابه بس مش هو بالضبط يعني في حاجات مضايعة يالله بقى ده زيه طب ممكن يالله مممم هي غريبة هي غريبة هي غريبة هي شكلها غريبة اهو ده نصه هنا ده تقريبا أسد ده أسد نصه ده أسد بخير ده غنون لسه ده كذلك تكون ده غنون لسه ده غنون لسه ها؟ ميش هكبر الوقت وأخاف منه نعم انت بخافيش انت شطرة انت بطلة انا نخاف من الأسد كباب عيوة كلنا نخاف منه ده ملك الغابة وبعدين ده حيوان متوحش ممكن يأكل بدء الإنسان صح؟ فكلنا نخاف من الأسد مش انت بس كل الناس بتخاف من الأسد بس سواء الأسد مش بيعيش معنا هنا بيعيش في هدكة الحيوانات او في الغابة بيعيش مع النيس مع البشرة اه هجيب كتكوت هجيبي كتكوت اه وقطة هجيبي كتكوت وقطة يا أصحابي خلط بقي هلا نكلم انت جطورة وقطة وكل بالله هتعملي حضيكة حيوان في قلب الشقة دي اسمها ايه؟ وهجيب لهم بيت اللي خلقوا بيه وهجيب لهم بيت كبير قوي نحط فيه الحيوانات اه عشان اه ده فيه سرير عليه بس هو لازم حيوان يلا انت بتحلمي احلامك حلو يا سيلا يلا يلا البوبي والصليح حاناتك بس اشياء عايزة حاجة اشياء عايزة حاجة يلا نشوفكم في فيديو جديد قريب جدا ما تنسوش تدعمونا بيا سيلا لايك 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 واشتراك للقناة اللايك مهم جدا يا اصحابي عشان نرفع الفيديو والناس كلها تشوفوا وتشجعونا وتدعمونا ان احنا نعملكوا فيديوهات كتير من النوع ده يلا مع السلامة يا اصحابي